طيب دلوقتي انا الانيميشن جاهزة معي عايز انزل الكود اللي هبدأ احرك به جالي هعمل فولد جديد هسميه اس سي سكيبت وهدخل جوه الاس سكيبت ده وهعمل سي شرب سكيبت هسميه موف دابل كليك او دوس اتنين انتر هيفتح لي على طول المونو ديفلوب طيب كنترل انتر اه عشان اعمل زوم وهعمل اه اتنين متغيير هنا هعملهم بس عشان عايز اخليك تشوف الاصر بتاع الضغط بتاع الكيبورد مع المتغيرات دي فانا هقول فلوت هوريزونتل وبوبليك فلوت في اختصار اللي هو الاسهم اللي فوق اللي تحت والهوريزونتل يمين وشمال خد بقلك الاحنا مش هيبقى عندنا لتحت يعني هو عندي على طول السهم بتاع الفوق ده تعالي نشوف الانسكين كيبورد كده عشان ما نفضلش نتكلم بص يا سي دي الدابليو او السهم اللي في الناسهم اه السهم اللي الفوق اهو اما اه ده اللي هيشتغل معايا هيبقى بيعبره لي عن والشمال او ال ايه والدي هم اللي يعبرولي عن الهوريزونتل طبعا التقلتوا دول فلوت آآ وهنشوف فلوت ليه وبوبليك يبقى هيبقى وبينين على الانسبيكتر تعالي نشوف الاتش اعايز جوه الابديت اقوله ايه خليلي الاتش اللي هو الفلوت اتش ده بيساوي الانبوت اللي جايلي من الكيبورد دوت جيت اكسس هنا هقوله هوريزونتل لازم الاتش تبقى كابيتل والفي هتساوي انبوت اللي جايلي من الكيبورد وهنا باتكلم على الويت كلا طبعا الكلام ده محطوط فين محطوط في ابديت طيب دوس كنترول اس وسيفت الكلام ده وحاجي على جيلي هحط عليه الموف شايفين طبعا الصفرة هي فيش اي حجم الداسة لسه او لما هدوس على فوق شايفين بيتحرك من ايه اللي هو الصفر اللي هو مفيش حجم الداسة طلقت الفوق يبدأ يوصل من صفر لغاية واحد نزلت التحت بيفضل يوصل من صفر لغاية واحد الكلام ده بيحصل مع يمين ومع الشمال يبقى انا كده ببساطة لما اعرف قدام الكود ده ابقى عارف ان انا لما هدوس على السهم اللي لفوق هيبدأ يتحرك لي من صفر ويبدأ يزيد 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 لغاية ما يوصل لواحد يبقى كايني بادوس بنزين البنزين ده بيديني من صفر لغاية واحد هي دي الانتيرفل اللي انا بقدر بتحرك جواه كل اللي انا عملته بالكود دلوقتي ان انا خليت جوا الكود فيه متغيرات مربوطة بالكيبورد الاتش والفي مربوطين بالاسهم اللي عندنا على الكيبورد او الو اس اي دي تمام كده تمام لكن مفيش اي حاجة بتحرك لي جيلي لغاية دلوقتي عشان احرك جيلي لقدام زي ما انت شايف كده خليك عينيك على الترانسفورم في الزد هتلاقي الزد بيزيد اول لما بتحرك لي قدام يبقى انا هنا لو قلت ايه تعال اقول كده ترانسفورم ترانسليت صفر في الاكس وصفر في الواي وصفر في الزد يبقى هو كده واقف زي ما هو مش مش هيحصل له اي حاجة تعالا نشغل كده فيش اي حاجة تغيرت لسه طيب لو انا حط الكل هنا انا عايز اوقف الانيميشن بس شايفين ايه اللي حصل يطلع له قدام او ايه يجعله الوقتي معايا من خلال بس ان انا بدوس على الاسهم طبعا انت مش شايف حاجة طبعا قعدت تقول لي اه اه وخلاص وانت مش شايف حاجة كده لأ انا مش عامل هو بس ما كانت شغال في الاول عشان ما كنتش عامل كليك على يعني يعني يبقى انت شايف كده ايه اللي بيحصل الابديت الابديت فانكشن بتا اول ما بتشتغل معايا يبقى احنا شوفنا كده ان احنا ببساطة حطينا بس ال في هنا قدرت احرك الجلي لقدام الوا لو انا عايز بقى الفه يمين وشمال طيب دلوقتي انا عايز الفه بقى يمين وشمال هقول ومن خلال ممكن الفه يمين والفه وشمال طبعا انا باجي هنا اعمل كليك وادوس اه وافضل ده يسعى وبتحرك اهو بالماوس عشان اغير القيمة اللي قدامي دي طيب القيمة دي ممكن تتغير عندنا لما اقول هنا صف طبعا طالما ده بتكلم على فلوت او قيمة فلوت لازم احط الاف وهنا اه اتش وبكده الكود ده اعمل كنتور اس واجي اشغل دلوقتي بقى كده الدنيا شغالة معايا ولكن هيبقى ناقص لي حاجة وحيدة ان انا بس اخد المين كاميرا وهحطها جوه جالي نفسه عشان تتحرك معايا نقف هنا بقى طبعا ونزبط الكاميرا بتاعتنا زي ما احنا عايزين انا ممكن اجي على الكاميرا كده وعمل ريسيت او راجعنا للزين هنا بيستحب طبعا انت لو شغال بشاشتين بقى هيبقى قدامك القصة بالشكل ده هتبقى قادر ان انت تشوف الدنيا ماشي ازاي انا لو شغلت الوقتي طبعا شايف اهو طبعا هو مفيش جاذبية عشان كده هو موقعش يبقى انا ناقص ان انا في الدرس اللي جاي ان شاء الله اربط بقى ما بين الانيميشن وما بين كيبورد انبوت اتمنى ان لو كان عندك اي سؤال او في اي مشكلة في الكود اللي احنا اشتغلنا فيه تبعت هالي على طول اعطان شكرا